تحت رعاية سموشي خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة عقد يوم أمس بفندق سوفيتيل الزلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي لاستضافة مملكة البحرين منافسات النسخة الرابعة لبطولة العام العالم لفنون القتال المختلطة للهواء والتي سينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة في نوفمبر القادم وقد شهد وقاع المؤتمر الصحفي حضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة العقيد الركن بحري عبد الحكيم الشنو رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية السزم والسيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وفد الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وعدد من المسؤولين بقطاع شباب الرياض والرياضة بالمملكة وأعضاء الاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة وعدد من الرياضيين بالمملكة والمهتمين برياضة فنون القتال المختلطة وممثلين عن الإعلام البحريني والعربي والأجنبي وبهذه المناسبة أوضح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في تصريح لسموه أن إقامة البطولة العالمية الرابعة للهواء على أرض مملكة البحرين دليل واضح على نجاح الخطوات التي اتخذها سموه والهادفة لتعزيز ثقافة الرياضة على مستوى المنطقة والسعي للدفع بدول الجوار والدول العربية وكذلك بقية الدول القرى الأسيوية لممارسة هذا النوع من الرياضات للمساهمة في تطويرها وارتقائها والمشاركة بمختلف المحافل والبطولات لتأكيد الحضور والتواجد على الصعيد القاري والدولي وقال سموه أن مملكة البحرين دائما سباقة باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية وهي قادرة على إبراز وإنجاح تلك الأنشطة ومما لا شك فيه أن البحرين ستسخر كافة الإمكانات لدعم نجاح النسخة الرابعة من هذه البطولة مثمنا سموه ثقة الاتحاد الدولي بمنح البحرين هذه الاستضافة مؤكدا سموه أنها خطوة واضحة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البحرين والاتحاد الدولي الرامي للارتقاء بهذه الرياضة متمنيا سموه في الوقت ذاته التوفيق والنجاح للجنة المنظمة لهذه البطولة في التحضير والإعداد المثاليين لإقامة الحدث في الموعد المحدد ويأتي استضافة مملكة البحرين لهذه البطولة العالمية ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الرياضية إذ يحرص سموه على رعاية هذه الرياضة دعما منه للمجال الرياضي الشبابي عبر استضافة دول العالم في مملكة البحرين وتشهد البطولة مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمكنت مملكة البحرين من الحصول على شرف استضافة بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء في نسختها الرابعة في شهر نوفمبر القادم لتصبح أول دولة في آسيا وفي العالم العربي التي تحتضن هذه البطولة العالمية لا اعلم من اين ابدأ فالكلمات كثيرة والافكار اضعافها عامين نعم ابدأها من عامين ليتسنى لي صياغة ما يمكنني صياغته فهو مولود جديد لم يتعدى من العمر عامين يستضيف في بيته العالم بأسره ليضع علامة استفهام حيرت الجميع كونه استطاع ان يجذب انظار العالم فقد استطاعت مملكة البحرين كسب ثقة كافة الدول بعد الاعلان الرسمي لاستضافة مملكة البحرين منافسات النسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء دائما البحرين تكون سباقة فيها في جميع انواع الرياضة سواء تكلمنا كرة القدم او كرة اليد طائرة سابقا او رياضات الجديدة الان اللي قاعدين نشوف مملكة البحرين قاعدة تمشي بخطة ثابتة في المجال الرياضي والشبابي وهي من جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس العالم للشباب والرياضة وايضا كما قلت سابقا جهود سمو الشيخ خالد بن حمد ما في شك انه هذه شرف كبير ولولا البحرين اثبتت خلال تنظيمها البطولات والاحداث الكبيرة وكانت مغنعة لما تم تكليف او اعطاء البحرين حق التنظيم وايضا ما ننسى جهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في هذه اللعبة وتواجد في البطولات الكبيرة ومن خلال ايضا تنظيم الكثير من الاحداث الرياضية لهذه اللعبة للمحترفين هذا يعطى الاتحاد الدولي غناعة بان هناك كفاءات هناك ايضا كوادر بحرينية وهناك خبرات سابقة لمثل هذه البطولات تم الاعلان على استطافة مملكة البحرين لبطولة العالم في شهر نوبمبر خلال فترة من 12 الى 19 نوبمبر وهذا الحدث ايضا رح يكون ان شاء الله ترويج لمملكة البحرين خصوصا ان اليوم نرى 73 دولة كعضاء في الاتحاد الدولي هناك برامج هناك خطط لارتغاء بمستوى هذه اللعبة لتمثيل مملكة البحرين في هذه البطولة الاخوان في الاتحاد وضعوا استراتيجي لاختيار افضل عناصر لتمثيل مملكة البحرين في هذه البطولة انا قواش هذا فخر كبير لقالي وانا جربت قدمة فيه استاعد بهذا الموضوع اللي يحصل لانه بلد عربي يعني بيستطيع بطولة العالم هذا فخر كبير كتير وانجاز استاريخي لدولة عربية وانا يعني انحن بكتير محلات انا متأكد انه اجرينا الاختيار الصح في هذا الموضوع وانه البحرين رح تنظم من اجمل بطولات رح يشهد العالم بلعبة ورياضة الامامية المؤتمر الصحفي عكس المكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين على الخارطة الرياضية العالمية وذلك من خلال الحضور المميز من قبل كبار المسؤولين وممثلين عن المؤسسات الاعلامية البحرينية والعربية والاجنبية وضيوف المؤتمر من مختلف انحاء العالم من جميع الرياضات وذلك للكشف عن موعد اقامة البطولة التي ستقام في شهر نوفمبر القادم اهني البحرين وشعب البحرين والشيخ خالد على فوز البحرين بصدفة حدث عالمي بهذا الحجم الرياضة متطورة بشكل كبير اكثر رياضات تطورا عن مستوى العالم واحدة من الرياضات اللي اصبحت لها قاعدة جماهرية كبيرة فهنيكم ودائما استضافت بطولة العالم في اي رياضة من الرياضات تعتبر نقلة نوعية للرياضة بشكل عام للرياضة بشكل خاص اللي تستضاف وايضا بطولة العالم دائما ما تكون فرصة للدولة المستضيفة لابراز قدراتها وانواثق ان مملكة البحرين رح تنجح نجاح كبير باذن الله تعالى في استضافة هذا الحدث الكبير وان شاء الله رح يكون نقلة نوعية على مستوى الاستضافات في بطولة العالم لتطلع المرة الاولى من امريكا الى باقي العالم من خلال استضافتها المرة الاولى في المنطقة نبارك لنفسنا كخليج وكدول عربية واحنا فعلا فخرين اليوم انه بهذه الاستضافة العالمية لمملكة البحرين طبعا مملكة البحرين دائما تنفرد برياضات مميزة تنفرد فيها خاصة فيها ودائما بتنجح بيها طبعا يعني اسأل الله التوفيق لهذا الحدث العالمي وانا متفائلة كثير وطبعا بوجود صاحب السمو الشيخ خالد يعطيه الف عافية فعلا هو شخصية مؤثرة هو آيد لكثير من الشباب وانا واثقة ان الشاب البحريني والشاب الخليجي بوجود امثال مثل صاحب السمو الشيخ خالد حيكون شاب منفرد فكريا وايضا رياضيا احتضان مملكة البحرين لهذه البطولة لم يأتي من فراغ بل هو نتيجة عمل احترافي دؤوب اخذ على عاتقه مسئولية الانجاز قبل المشاركة فقد صال واجال حتى بات فريق يقارع دولا سبقته في هذا المجال سنوات عدة لتكسب البحرين ثقة الاتحاد الدولي لهذه الرياضة وتبدأ حكاية جديدة تحمل العديد من المعاني ابطالها شهد لهم بالعزم والتفالي جسد كتابتها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة احاول مهتم اخوال مهتم اعBlue اشتركوا